الاستثمارات والمقاومات الصناعية الضخمة اللي حصلة في سيناء ألخصها لك؟ ألخصها لك عشن قاطر باحمود بص يا سيدي أنا عندي مشروعات تقريبا وصلت ما بين 23 و 24 اللي احنا لسه يدبقى هو في الأسبوع الأخير من شهرها الرابع 58.8 مليار جنيه انت بتتكلم على 10 أضعاف زيادة الاستثمارات اللي حصلت في سنة 13 و 14 يعني أنا في العشر سنين ضعفت استثماراتي في سنة عشر سنين أما القبل 13 كان فيه إيه؟ ماشي تعال نشوف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناية الصغر عامل إزاي تبتكلم على 2.4 مليار قروض تم تقدمها في فبراير 24 بالتحديد ده على سبيل المثال أقفز بيك ونروح على مثلا 5951 مشروع تم تمولهم طب بيوفروا كم فرصة عمل بقى دول بيوفروا حوالي 44 ألف فرصة عمل لحد شهر فبراير 20 24 هل أنا كده خلصت؟ لا أنا لسه عندي قد كده كتير جدا من فرص العمل اللي هنقدر نقدمها جوه سينة سواء إذا كانت شمال سينة أو جنوب سينة طيب أنا عندي فرص استثمارية تقريبا حوالي 377 فرصة استثمارية على الخريطة بتاعتي منذ إنشاء ووضع ملامح هذه الخريطة في سنة 18 طب صناعة عندي 180 فرصة صناعة جهزة عندي 3 مراكز لخدمة المستثمرين هناك تقدر تخلص حاجتك خلاص مركزية أن أنا لازم أنزل العاصمة علشان أخلص الورقة بتاعي لأ مش لازم تنزل العاصمة وإنت هناك هتقدر تخلص الحاجات بتاعتك المشروعات الصناعية الكبرى اللي موجودة هناك هتلاقي بقى فيه اللي بين 29 و18 مليار واللي بت 805 مليون وب727 مليون ونبعمية وتلاتة مليون إحنا بنتكلم على مجمعات صناعية وبنتكلم على إنتاج الرخام وبنتكلم على إنشاء مجمع الرخام في منطقة الجفجافة يعني بنتكلم على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش إحنا بنتكلم على مشروعات كبيرة تشغل الناس وتعمل لي ميزات إضافية للاقتصاد بتاعي تكفيلي السوق المحلي وتفيد بإذن الله ثم نصدر